بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين لسر جمعي أحياء التراف الإسلامي فرعا رميثية وسلوى أن يكون ضيفنا هذه الليلة الشيخ الدكتور أني سعاد الليتامة ليحدثنا عن درس هذا اليوم وهو رؤيا وعبرة فليتفضل مشكوراً مأجوراً الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا لما علمتنا ورزقنا علما ينفعنا يا كريم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغينى أما بعد فبداية نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على أن يسألنا هذا الاجتماع مع إخوة لنا في الله ونجلس لله جل وعلا يجعله مجلس خير وبركة وعلم وهدى كما أثني بالشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى على فرع رميثية جفراج أحياء التراث جزاهم الله خير على هذه الاستضافة وحسن الظن وعلى هذه الأنشطة المباركة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء ونجعل ذلك في ميزان إحسناتهم بعد ذلك أيها الإخوة حديثنا اليوم رؤية وعبرة رؤية المراد بذلك رؤية منام رآها أحد الصحابة بل رآها أحد عباد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل إذا رأى رؤية قصها عن النبي صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤية أقصها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت في النوم كأن ملكيني أخذاني وانطلق بي إلى النار فرأيتها فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرناني كقرني البئر فقلت أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار وقال ابن عمر وإذا فيها أي في النار أناس أعرفهم بأسمائهم فلما استعاذ بالله من الجل وعلا من النار ثلاثا قال فلقيهما ملك فقال لي لم ترع أي لا تخف فلما أصبحت قصصت هذه القصة على حفص أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقصتها حفصه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل قال سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم قال فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا بعد هذه الرؤية التي رآها وبعد تعبير نبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية أيها الأحبة حقيقة اجتملت على فوائد وعلى عبر وعلى فوائد كثيرة نشير إليها باختصار في هذا المجلس لعل الله تبارك وتعالى ينفعني وإياكم فيما نقول الرؤية أيها الأحبة أو ما يراه النائم في المنام يقول أهل العلم أنه لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن تكون رؤية لها تعبير ولها معنى وإما أن يكون ذلك حلم أي من الشيطان وإما أن يكون ذلك من حديث النفس وهذه الثلاثة قد تفهم وتعلم بأصل الرؤية وقد يعرفها من علمه الله تبارك وتعالى تفسير الرؤى وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قال لأصحابه من رأى منكم رؤية من رأى منكم رؤية فدل ذلك على أنه لا بأس بتحديث أو طلب تفسير الرؤى وأن هذا ما جاءت به السنة ولكن لا يتعلق قلب المؤمن بالرؤى مهما كانت الرؤية ظاهرها خير أو ظاهرها شيء أو عبرت له فإن المسلم لا يعلق قلبه بهذه الرؤى فإن الرؤى مهما بلغت من الدرجة في التعبير أو في حسنها أو في دلالتها إلا أنه لا ينبني عليها شيء إنما هي فقط استئناس يستأنس بها المؤمن أو تحذير من غفلة نحو ذلك لكن لا ينبني عليها حكم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل أن يشرع الأذان كان يعرض على أصحابه ماذا نصنع كيف نعلم الناس بالأذان فقال بعضهم نجعل ناقوس بعضهم قال نجعل نار فرأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤية ورأها عمر أيضا أنه جاء ملك فقال له قل الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان فعلمه الأذان فقصه عبد الله بن زيد على نبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء عمر وقال والله يا رسول الله قد رأيت الذي رأى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤية حق قم فألقها على بلال فإنه أندى صوت منك فشرع الأذان هنا الأذان لم يشرع لأجل الرؤية إنما شرع الأذان لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الرؤية وسنها عليه الصلاة والسلام ونقول هذا يا الله أحب أنه بعض الناس قد يرى رؤية فلان سحر فلان فعل كذا فلان أراد به كذا أو تعب الرؤية لا يجوز أن ينبني علي حكم الأحكام إنما هي فقط دلائل وقرائل ونحو ذلك الشاهدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فأردت أو أحب أن يرى رؤية فيقصها على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث يقال وكنت رجلا شابا عزبا أنام في المسجد وهنا وقفة ننظر الصحابة رضي الله عنهم كيف كانت قلوبه معلقة في المساجد يعني هو يقول شاب عزب أنام في المسجد وكما يقال من شاب أبه فما ظلم عمر رضي الله عنهما جاء رسول كسرى لما كان الخليفة فيسأل أين عمير المؤمنين أين قصر الخليفة أين بيت الخليفة فلم يجده فذهب وجده نائم وقيل تحت الدوحة الشجرة وقيل نائم في المسجد قد التحف ببرده ولذلك تجد أهل الإيمان قلوبه معلقة في المساجد وهذا الحقيقة قد يفتقد كثير الناس من اليوم حب الجلوس في المساجد واستيطان المساجد وذلك من سبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وشاب معلق قلبه بالمساجد وذلك قال أبن الله بن عمر كنت شابا عزبا أنام في المسجد قال فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني وانطلقا بي إلى النار وهنا أيضا هذه الرؤية تدل على أمر تدل على تعلق قلب بن عمر رضي الله عنهما في اليوم الآخر الغالب أن من أكثر من التفكير في شيء يراه في المنام ولذلك ننظر إلى هذا الأمر قد يدل دلالة على ما الذي كان يشغل أو كان على خاطر أو كان في ذكر عبد الله بن عمر دائما وهو خوف الله جل وعلا وخوف ما يكون من اليوم الآخر ولذلك من أعظم المنام التي يمنها الله جل وعلا على قلب العبد تذكر اليوم الآخر وأن يكون على باله وفكره دائما الموت وما يكون بعد الموت فإن من كان هذا دائما على قلبه وجدت صلاحا في عمله وصلاحا في قوله وبعدا عن المعاصي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه من لذات الموت بل الله تبارك وتعالى ما ذكر جملة من الأنبياء والرسل قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكرهم إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار هذه الآية اختلفة في أهل العلم فمن التفاسيلة قيلت فيها ذكر ابن قيم رحمه الله وغيره إنا أخلصناهم بخالصة أي أن الله جل وعلا أعطاهم منحة خالص لهم عطية خالص لهم ذكر الدار أي تذكر اليوم الآخر فكان أن من المنن والعطايا التي وهب الله جل وعلا لأنبياء ورسل ذكرهم أن جعل التذكر اليوم الآخر دائما على قلوبهم فأثمر ذلك الاجتهاد والعمل الصالح ولذلك قال بعض السلف لو غفل أو لو نسي قلبي ذكر ذكر الموت ساعة نفسد وهذا أمر مشاهد وأمر مجرب الإنسان إذا مات له قريب أو أصابه مرض أو زار مريضا في مرض الموت يجد ما يجد في قلبي من الرقة والخشوع والذل والانكسار لله تبارك وتعالى لكن إذا نسي ذلك رجع على ما كان عليه من الغفل أو من المعاصي أو إلى آخرين ولذلك يقول هذه من المنن العظيمة التي ينبغي المسلم يحرص عليها أن لا يغفل عن ذكر الموت وما يكون بعد الموت قال فرأيتهم أنك أن ملكين أخذاني إلى النار فإذا فيها بناس أعرفهم وهذا يدل ابن عمر ما حدث بأسماء هؤلاء وهؤلاء قد يحتمل أنهم من المنافقين أو يحتمل أنهم من العصات لكن ابن عمر رضي الله عنه وهذا من أدب النبوة إذا رأى رؤية ظاهرها الشر يستعيد بالله تبارك وتعالى من شرها ولا يحدث بها ولم يحدث ابن عمر بأسماء هؤلاء لأن لا ينبني عليه فائدة إن كان فعلا من أهل النار فلا ينبني عليه فائدة بأن يفضحهم وإن لم يكونوا من أهل النار فأيضا لا فائدة في التعريض مثل هؤلاء وهذا أيها الأحبة يدل على الستر الذي جاء فيه الشريعة بأن يستر الإنسان على غيره قدر المستطاع والجزاء من جنس العمل ومن ستر مسلما ستره الله ولذلك اليوم للأسف هذه الأجهزة والتواصل والكاميرات والبرامج هذه أصبح لا يبالي كثير من الناس بالفضيحة ونشت الفضيحة ولو لم يقصد يأتي المقطع ينشر فلان فيه كذا فلان فعل كذا فلان مثلا صوروا فيه كذا فلان هذه حقيقة من ما ينافي الستر وتذكر أنك أحوج الناس إلى ستر الله تبارك وتعالى في الآخرة وكذلك هؤلاء الذين رآهم من عمر في النار هل هم من المنافقين أو من عصاة المسلمين هذا يحتمل وهنا يبعث على الخوف والقلق إن كانوا ناس ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه عذبوا في النار فكيف بك أنت قد جئت بعنهم بأقوام ولم تبلغ ما بلغوا فالخوف عليك أشد وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبره فقال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستطير من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة يعني هؤلاء قال أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يعذبان في كبير يعني لم يعذبان بسبب نفاق أو بسبب كفر إنما عذبوا بسبب هذين الذنبين الذي يظنه بعض الناس صغير وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى إنه لكبير أي عند الله تبارك وتعالى ولذلك احذر من الذنوب ولا تغتر بصلاح أو تقى أو عبادة أو علم أو عمل فإن الموازين يوم القيامة عند الله بمثاقيل الذر فإن كان هؤلاء من الصحابة اللي رأوا نبي صلى الله عذبوا بسبب نميمة أو بسبب عدم استتار من البول فلا شك أن من بعدهم الخوف عليه أشد قال فجعلت وقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار وهذا من آداب النبوة فإنه ورد في الحديث أن من استعاد من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذهم من النار وإذا استال الله جل وعلا الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة قال فلقيهما ملك أي لقي الملكين مع ابن عمر ملك ثالث فقال لي لم ترع وهذه بشارة عظيمة أن يقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانوا يقال لا تخف وكأن الله تبارك وتعالى سلمه من النار وهذا والله هو الفوز العظيم نسأل الله جل وعلا جنة وإياك من الفائزين ولذلك قال لم ترع بشارة لعبد الله بن عمر رضي الله عنه لكن ما اتكل على العمل لأن هذه البشارة إن كانت من الله فإنها مشروطة بالاستمرار عن العمل الصالح وإن كانت من الشيطان فيخشى العبد أن يكون هذا استدراج من الشيطان وهذا أيضا من آداب الرؤية أيها الأحبة الإنسان لو رأيت رؤية صالحة لك في عمل ما أو رؤية فيك رؤية صالحة فلا تقتر فإنك قد لا تأخذ إما تكون من الشيطان فهو استدراج يستدرك الشيطان لتصيب بالعجب والغرور فتتكاسع عن العمل وإن كانت من الله تبارك وتعالى فهي ليست صك بالبراءة والنجاة هي مشروطة بالاستمرار على ما أنت عليه ولذلك لماذا أبو بكر يخاف من النار ويبكي لماذا عمر في الاحتضار يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر يا ليت أن خرجت من هذا الأمر كفافا لا لي ولا علي ألم يبشر أبو بكر بالجنة ألم يبشر عمر بالجنة لماذا هؤلاء العشر مبشرين بالجنة وهم على الأرض ويخافون والجواب عن هذا أن هذه البشارة مشروطة بالاستمرار وأن هذه البشارة إنما هي بشارة بالموت على التوحيد لا بانسلامة من النار ولذلك هم خافوا على أنفسهم من هذا قال له لم ترع قال فلما أصبحت فصصتها على حفصة وهذه إشارة كأن عبد الله بن عمر تأدبا وحياء من النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يقصها مباشرة لأنه من المعلوم أن عبد الله بن عمر كان من شباب الصحابة ولم يكن من كبارهم أي من سن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قصها عبد الله بن عمر على أخته حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله وهذا عمر عظيم أن يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم بنعم الرجل اليوم لو مدحك شخص من عامة الناس أو شخص من أهل العلم والصلاح فقال فلان نعم الرجل فكيف إذا امتدحوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو لو كان يقوم من الليل وهذا إذا رأيتها مع الرؤية عبد الله بن عمر كان أخذ إلى النار يعني أخذ وراء النار ثم قيل له لم تخف لم ترع فكأن قيام الليل أيها الأحبة من أعظم الأسباب العاصمة بإذن الله تبارك وتعالى من عذاب الله وغضبه وناره ولذلك الله تبارك وتعالى قال تتجافى جنوبهم عند المضاجر يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الجزاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ذكره الله بعد أن ذكر قيام الليل وذلك قال نبي صلى الله عليه وسلم لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلبي بشر عاد ما هذا النعيم يعني النعيم اليوم قد تراه بالتلفاز تقول الله يا ليت لي مثل من هذا لا هذا ما رأيته طيب ما رأيته لكن فلان يسول فراح دول فاني رأى كذا وكذا وكذا من النعيم لا ما لم تسمعه أذن طيب خيالات خطر على قلبك لا 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 ما خطر على قلبك ولذلك أدنى أهل الجنة منزلة كما جاء في آخر أهل الجنة دخولا للجنة الذي يمشي على الصراط ويحبو ساعة ويسقط ساعة ويمشي ساعة ويسقط إلى آخر إلى أن دخل الله تبارك وتعالى الجنة فقال لو تمن فتمنى وتمنى وتمنى حتى إذا انقطعت به الأماني يعني خلاص كل شيء اليوم سمع فيه رأاه في الدنيا خطر على قلبه تمن فقال النبي فقال الله تبارك وتعالى تمنى كذا صحيح يذكره الله عز وجل تمنى كذا تمنى كذا حتى إذا انقطعت الأماني قال الله فذلك لك ومثله معه ومثله معه ومثله معه أبو هرير راوي الحديث عددت تسعة مرات يقول ومثله يعني تسعة أضعافة ولذلك قيام الليل عاصم بإذن الله عز وجل من هذه النار وسبب من أسباب دخول الجنة التي قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة يعين جزاء بما كانوا يعملون والحمد لله والفضل لله أن قيام الليل أيها الأحبة يبدأ من بعد غروب الشمس يعني كل صلاة تصليها بعد غروب الشمس هي من قيام الليل فسنة المغرب من قيام الليل وسنة العشاء من قيام الليل ومن زاد فهو خير وأفضل في قول الله تبارك وتعتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يوفيقون جاعا أنا صدي الله عنه في تفسير هذه الآية فقال يقومون يصلون ما بين المغرب والعشاء ولذلك ما بين المغرب والعشاء من قيام الليل وهذا فضل الله تبارك وتعالى أن جعل قيام الليل كل هذه الأوقات فلا تظن قيام الليل لا بد من قيام في قبل الفجر ولو كنت متعبا ولا تظن أن قيام الليل لا بد من قول القيام ولا بد من التعب نعم كلما شق ذلك على النفس كان أجره أعظم لكن مهما صليت من بعد المغرب فذلك من قيام الليل النتيجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع هذا الحديث وكثير مننا يسمع الخطب يسمع المواعظ يقرأ المواعظ لكن ما هي ثمرة هذه الدروس وهذه المجالس وهذه الخطب وهذه المواعظ وهذه الحلق ثمرتها عندنا وعند كثير من الناس وللأسف إذا كان مشتهدا يعمل يوم يومين عاد بعدين مع الأشغال يتناسى يتناسى فلو سمعها بعد سنة قد يعملها مرة أخرى لكن هذا الرجل الصالح عبد الله بن عمر لم يكن هذا دابه رؤية رؤية واحدة رآها قصها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل لو كان يقوم من الليل نتذكر أول حديث كان رجل عزبي يعني ما متزوج ماذا قص عليه ماذا أخبر ابنه سالم يعني كم سنة الآن تزوج جاء بعيال والعيال كبروا وحاله لم تتغير منذ تلك الموعظة يقول سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا هذا هو تأثير هذه الموعظة العظيمة البليغة على هذا الرجل الصالح الذي سمع هذه الموعظة فلزم هذه الموعظة إلى أن مرت في سنوات طوال والمضمون به أنه ما تركها إلا بعد إلا في وفاته ولذلك أيها الأحبة مما هو أعظم ما يعين على الاستقامة على عبادة الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان عمله ديمة أي مستمر وتقول كان إذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم عملا أثبته ولذلك من الحكم أنك لا تأتي إلى العبادة بقوة لأنك لتيتها بقوة تركتها ولا يصلح لمن وفقه الله وتباركته وأعانى وسدد ويسأل العبادة أن يتركها بعد أن من الله جل وعلا عليه بسلوك هذه الطريقة العبادة ولذلك الصحابة رضي الله عنه كانوا إذا عملوا عملا أثبته النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال دخل على أم سلم رضي الله عنها بعد العصر فصلى ركعتين بعد العصر فقالت أم سلم إلى رسول الله راك صليت ركعتين لم تصليهما قبل يعني وقت نهي وما كنت صلي قال شغلت عن ركعتين بعد الظهر جاءني وفد بني فلان فشغلت عن ركعتين بعد الظهر أي راتبة الظهر فصليتهم الآن فكان هدي نبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى هاتين ركعتين أثبتهما ولذلك ورد أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر واختلف أهل العلم هل هذا من خصائصه وليس من هذا من خصائصه ولا أغلب الله أنه هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأن في رواية أحمد سألته أم سلم أفنصليهما إذا فاتتا يعني في هذا الوقت قال لا الشاهدة أيها الأحبة أن نبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذا العمل عبد الله بن عمر بن عاص لما سأل نبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فقال أن يطيق أكثر من ذلك قال الصم ثلاثة من كل شهر قال أن يطيق أفضل من ذلك فأصبح يطلل نبي صلى الله عليه وسلم الاستزال من الصيام حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم فالصم يوما وأفضل يوما قال أن يطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك وهو أفضل الصيام صيام داود عبد الله بن عمر بن عاص قال ذلك وهو في شبابه في آخر الحديث رواية الحديث لما كبر عبد الله بن عمر وطعن به السن وشق عليه الصيام قال يا ليتني سمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم طيب قد يقول قال يا أخي لي أسمعها الآن ليش أنا لم أكبرت وشق عليك الصيام ليش تصميهم وتفطريهم طيب صمتها تأمي كل شهر ما كان هذا الدأب الصالحة صحابه ما كان دأبهم إذا عملوا عملاً أن يغيروا لأن بداية التغيير بداية النزول وهذه قاعدة أيها الأحبة لذلك يقول أهل العلم أعظم الكرامة لزوم الاستقامة وهذا أمر عظيم يعني اليوم إنسان كان له ورد من الليل لو ولو قليل أو له ورد من القرآن ولو قليل الاستقامة معناه أن يأتي به ولا يتركه يعني في يوم سفر ما يترك في يوم فرح عرس ما يترك ورده في يوم حزن ما يترك ورده في يوم مرض ما يترك ورده هو مستقيم على طاعة الله تباركه لذلك أعظم الكرامة لزوم الاستقامة ورده في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبوكر يا رسول قد شبت الحديث فإن كان فيما قال لكن صحي بعض أهل العلم قال يا رسول قد شبت قال شيبتني يهود وأخواتها وقد جاء ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فاستقم كما أمرت ولا شك أنها أمر عظيم الإنسان اليوم قد يكون له ثاف ركعات في الليل أحيانا تمر عليه أيام ركعة يؤتي بركعة كما يوقع عندما تطلع روحه ما يدير صلي متكيسل لكن أهل استقامنا ما يتركون هذا الأمر في فرح في حزن في صحة في مرض في سفر في حضر فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يرزقنا الاستقامة على دينه وأن يثبتنا وإياكم على طاعته وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك عن نبينا محمد نعم هو لا شك أن عدم الصيام مثلا من نوافل هذا أمر لكن إذا علم الإنسان أن هذا الأمر هو اللي يقرب وهي منزلة المقربين وأن الله عز وجل رتب عليه أعمال كثيرة وحسنات عظيمة الإنسان ما يترك عمل صالح لأجل تخوفه نترك بل يشتهد في العمل الصالح كما ذكرنا التدرج يشتهد في العمل الصالح وينوي إثباته وداوم عليه وهي منازل يعني الناس منازل الله عز وجل ذكر المقربين وذكر أصحابه اليمين فالذي يقتصر على مجرد فلا يترك النوافل خوفا من تركي هذا أقول من حيال الشيطان لكن النفس تشتهي إلى التقرب إلى الله عز وجل وتتهابق إلى الخيرات ولكما تفضل الشيخ لا شك أن المسلم يخاف أن يقبل عمل ويترك لكن يقول تدرج وذا علم الله عز وجل منك صدقا نية عانك ترجمة نانسي قنقر